اشتركوا في القناة لم تستقر الأحوال حول مسلسل دنيا الدنانير على الإطلاق وشهدت جدلا وتغيرا مستمرين قبل البدء بالتصوير ابتداء من عنوان المسلسل الذي حمل أكثر من اسم مثل عائلة بوعصفور حكاية بوعصفور أبو عصفور ثم دنيا الدنانير كما تغير المخرج ثلاث مرات فكان المخرج بداية حمد فريد الذي كان يرقد في المستشفى لتعرضه لوعكة صحية وكان هو المرشح الأول لإخراج العمل وانتظر تلفزيون الكويت حمد فريد مدة فاقت الثلاثة أشهر ولكن رمضان قادم في الطريق والعمل مبرمج ضمن أعمال دورة رمضان فاضطر المسؤولون إلى إسناد مهمة الإخراج إلى كاظم القلاف ولكن اعتذار كاظم وضع الجميع في مأزق في ظل ارتباط جميع المخرجين بتصوير أعمال أخرى لا 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 ما أظن ما أظن تنسيتي أيام زمان زمان أيام أبوي وبوك أيام يدي ويدك أيام ما كان الفريج كله عائلة وحده مهو الحين يراننا ذي للي طرش لهم السمع شنا نعرفهم ولا يعرفونني طالس اكتزين انت ما دريتين حنا نعرف معه يا سلام اي والله هذا هذا يارنا يارنا لديد هذا معرفة قديمة من أيام المرقاط ومن متى ان شاء الله هالمعرفة اوه من الزمان تقريبا ثلاثين سنة لا والله والله كنت أنا وياسا لمشالله على رحلة واحدة حين ملأ مرشد اي والسمع اللي عطت هي الحين بذكره في ملأ مرشد تم ترشيح المخرج عبدالأمير مطر وكان وقتها قليل الخبرة في الإخراج التلفزيوني ولم يسبق له إخراج سوى سهر محلية وحيدة فقد كانت مراقبة التمثليات في سابق عهدها تنتهج سياسة وأنظمة محددة وهي أن المخرج في بدايته يجب أن يقوم بإخراج عدة سهرات تلفزيونية قبل أن يوكل إليه إخراج مسلسل ذي حلقات عديدة كمسلسل دنيا الدنانير ولكن الظروف المذكورة استثنت عبدالأمير مطر من هذه اللوائح وهذا ما دفعه إلى إنجاز المسئولية المنقات على عاتقه بتفان وإخلاص حتى برز اسمه كمخرج تلفزيوني متميز اشتطرجني عمي؟ والله أظن ذلك عمي يعني أنت ترفز النعمة بريولك؟ أنا الآن ما رفزتها لكن مستعد أني أرفزك أنت وياها ليش؟ شوف سيارتك عندك موجودة برا اي اركب رويلاتك ويلا يلا اركب سيارتك يلا مني 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 اركب ريولك وركب سيارتك يلا برا أمك برا أمك أما خالد النفيسي الذي فصلت الشخصية الرئيسية له فاعتذر في آخر لحظة بسبب ظروفه العائلية الإضطرارية وسفره إلى الخارج رغم تحمسه الشديد للدور الذي علق عليه عبر الصحافة قائلا سوف أجسد الخير كما أجسد الشر فهو دور جديد ومزدوج وهذا سر حماسي وتعلق بالدور وضع الكاتب المثالية المطلقة من خلال بطل المسلسل في زمن يستحيل أن تتكيف فيه هذه المثالية مع المجتمع فنافع الرجل الطيب يدير شركة ويجاوره في العمل زميل آخر يحاول هذا الزميل أن ينتزع الوظيفة الرئاسية منه وتدور مجموعة من المحاولات للإيقاع به ونتيجة لثقة نافع بالموظفين وعلى رأسهم الزميل للحاقد يقع في شباكه ويتهم بالاختلاس ويدخل السجن مذنبا رغم أنه غير ذلك إبراهيم صقر مو واحد بس في كل مكان بتروح له راح تلقى إبراهيم صقر في الشارع في السوق في الدوانية في المدرسة في دوائر الحكومة في الشركات حتى ببيتك إبراهيم صقر موجود والله مصاروا ألف إبراهيم صقر أنا وراهم وراهم في السجن يتأثر نافع بما حل عليه ظلما وعدوانا فيصارع الشر بداخله ويبدأ بالخضوع له والاتجاه نحو النوازع الشريرة ولكن معدن الإنسان الحقيقي هو الذي يطفو في النهاية عندما يقرر نافع عدم العزوف عن مبادئه وأخلاقه السامية ولكن دون طيبة سلبية ويجعل من سجنه درسا عظيما وهو أن الثقة جميلة ولكن ليست مع كل الناس إبراهيم صقر كان شريكك يا أحمد لما دخلت عن منافع السجن معنات هذا أنك كنت شريكة وكنت عارف عن أذونات الصرف التي زورها إبراهيم صقر وتقاسمتم أرباحها بالنصيب دنيا الدنانير يقع في ثلاثة عشر حلقة عرض في رمضان واحد وثمانين بعد انتهاء مسلسل درس خصوصي وهو من تأليف طارق عثمان وإخراج عبد الأمير مطر وبطولة إبراهيم الصلال خالد العبيد مريم الصالح هيفاء عادل علي لبريتي هدى حمادة عبد الإمام عبد الله داود حسين أمينة القفاص صالح حمد جاسم الصالح وسمير القلقف اشتركوا في القناة